عودة إلى العثور على مقابر جماعية في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في العراق ينضم إلينا السيد بغداد رحيم الشمري النشط في مجال حقوقه الإنسان يعني أكثر من 200 مقبرة جماعية إرث داعش الإرهابي في محافظات متعددة في العراق هل الأمر يرتقي من وحشية داعش إلى إبادة جماعية؟ ما هو رأيك؟ مساء الخير هذه المسألة ليست بجديدة يا سيدي المقابر هذه هي معروفة منذ أن اشتاح الداعش الإرهابي مناطق شمال العراق وبالأخص مناطق سنجار وتلعفر والموصل في بداية الأمر ووصل تمدده إلى مناطق صلاح الدين والتكريت وشمالي محافظة ديالة وسيطرته أيضا على الفلوجة يعني لحد الآن الأعداد التي تصرح بها المنظمة الأممية هي أعداد تقريبية ولا أحد يعرف على وجه التمام كم عدد المفقودين ما عدى البلاغات التي وصلت من الأهالي لدى الجهات المحلية ولدى مراكز الأمن والشرطة فهذا معروف أن لديهم مفقودين لكن عدد هذه المقابر التي أعلن عنها اليوم في تقرير المكتب الأممي في العراق هي ليست بالجديدة ولا غير معروفة في منطقة السنجار المقابر لم تفتح نتيجة أن تنظيم داعش أعدم الكثير ربما بالمئات ربما بالعشرات ربما تجاوز الألف شخص وتم دفنهم بصورة عشوائية وعندما حل الفصل الآخر جاءت حتى الكلاب ونبشت هذه المقابر وبالتالي فإن مدينة السنجار لغاية اللحظة رغم أنها أول مدينة تم تحريرها من داعش في نهاية عام 2014 إلا أنها لحد الآن ما زالت نسبة العودة فيها من السكان هي 5% فقط و95 لم يعودوا نتيجة انتشار المقابر والعظام وبقايا الضحايا من الجثث على سطح الأرض هذه مسألة الحكومة لديها قانون خاص بفتح المقابر الجماعية وتعليمات وأنظمة صادرة من الجهات التشريعية لكن يجب أن تفتح مع تكاتف جميع الجهات وبموافقة الجهات الرسمية وعند فتحها يجب أن يتم أخذ مقاطع من التحليلات من الدم عبر الأجهزة الحديثة سيد رحيم أنت تقول أن هناك مقابر أكثر من التي وردت في تقرير الأمم المتحدة وهي 200 مقبرة في محافظات متعددة في العراق ما الذي يثبت أن هناك أيضا مقابر متواجدة في سنغار وغيرها من المحافظات حتى يتم التنقيب عنها ومعرفة حجمها وكذلك حجم الموت فيها يا سيدي أنا أشرت إلى دقة المعلومات أنه لا أحد يعلم لحد لأن هل هذا العدد هو أكثر من الذي ذكره بالتقرير الأممي أما قل يجب أن نعتمد بالصورة الأساس على الجهات الرسمية العراقية ويجب على المكتب الأممي أن ينسق الأمور مع الجهات الرسمية العراقية من المفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل العراقية والمحاكم ودوائر الصحة ودوائر الأمن والشرطة والحكومات المحلية الموجودة هناك يعني الذي يجري أنه زيارة لفريق الأمم المتحدة ويتم الإعلان عن التقرير بدلا من أن يعلان التقرير يجب أن نجد حلا للموضوع أن تتكاتف جميع هذه الدول أن نأتي بدول لها باع طويل في كشف الجثث والمقابر كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية لا ننسى أن المعارك التي تمت في شمال العراق والتي اليوم هي مدار البحث في تقرير الأمم المتحدة حول وجود مقابر جماعية وجثث غير مكتشفة أن المعارك التي جرت في الحرب العالمية الثانية قبل سمعين عاما هي نفسها التي تكررت بعد هذه السبعين عام في معارك الموصل والمناطق المحيطة بها في سنجار وأيضا في تلعفر وفي مناطق جنوب الموصل وفي مركز الموصل كما يعلم أن داعش الهرابي هو تنظيم إجرامي بطشة وقتل وشرد العلاف بل أنه نالك الناس المازال في المخيمات بسبب تدمير هذه المدن بالكامل لم يدمر الإنسان فقط وإنما دمر كل شيء سيد رحيم في هذه الأماكن التي توجد فيها هذه المقابر كيف يمكن للحكومة العراقية بتعاون مع الجهات خارجية من محاولة أخذ هذه الجثث لهؤلاء الموتى من العراقيين حتى على الأقل يعود النازحين في وضعية تشجعهم على البقاء في هذه الأماكن التي تنتشر فيها المقابر ماذا تقترح؟ يا سيدي هو ليس مقترح نحن ذهبنا لهذه الأماكن وأيضا هناك تشريع خاص من الطب العدل العراقي والصحة العراقية وحقوق الإنسان ومرتبط بالتشريعات والقوانين الدولية هي ليست مقترحات ولا بالشيء الجديد على الأمم المتحدة أن تسارع عبر أعضاءها الدائمين والذين يمتنوا كلها بعض طويل في هذا العمل ويتفقوا مع الحكومة العراقية أن يتم استخراج جميع الرفات وإرسالها الفحص لمعرفة لمن تعود والمجهولة تصور وتحول ويعطى لها رقم خاص كما يجري في الإجراءات الحديثة التي تستخدم في حالة الجثث المجهولة الهوية أو في المقابر التي تحدث في الحروب ومناطق النزاع هذه معالجات يجب على المنظمة الأممية أن تتحمل مسؤوليتها ولا تكتفي بكتابة تقارير الإنشائية وأظهار أرقام ربما هي تحدث أقل بكثير مما ذكر أو ربما أكثر لا أحد يعلم هذه تحتاج لمسألة استخصائية فهو الفلاتي أن يتم استخراج هذه الرفات ونقلها إلى جهات وتدفن وتسمى هناك مقبرة يعتنى بها لتكون شاهد على العصر للعالم وإنهاء هذه المسألة لأن هذه المسألة طالة يمدها قبل أربع سنوات واليوم دخلنا السنة الخامسة ونحن على أعتاب عام 2019 ولم نجد إلا لا حلول جذرية لهذا الموضوع وتتحمل المسؤولية الحكومة العراقية مع المنظمة الأمم المتحدة اتضحت الصورة سيد رحيم الشمر النشط في مجال حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك كنت معي من بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة